بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل وأصحابي أجمعين شايفين عملنا مع بعض النهاردة فطير جميلة جدا طحفة بمكونات موجودة عندنا في البيت شايفين الطراوة وكمان هفتحها لكم من جوة هتشوفوها بسم الله ما شاء الله طرية جدا وقطنية وهاشة حلوة قوي طعمها طحفة ممكن تحشيها بأي حشوة انت حباها تحشيها بأي تعمليها سادة تحشيها شوكولاتة تحشيها جبنة اي حاجة او اي حشوة انت حباها او اولادك حبينها تحشيها بيها مش هتقول لأ هتعمليها كمان سادة من غير اي حشوة بتبقى جميلة برضو ما شاء الله الطعم حلو قوي وهاشة وطنية وفتحة بجد عجينة نجحة جدا جربيها وان شاء الله بإذن الله هتحتمديها في اي معجنات عندك هقولك على السر اللي هيخلي العجينة نجحة جدا معاكي وهي العجينة اليابانية او محسن المغبوزات هنعمل مع بعض المحسن وهيكون محسن طبيعي بمكونات طبيعية في البيت لأي بقى مغبوزات عندك ما شاء الله بيخليها زي بتاعة الفرن اللي بتشتريها ويمكن احسن كمان طبعا حاجة انت عاملها في البيت ومضمونة ومش عايزة كلام تابعيني بقى وهتستفيد ان شاء الله كتير جدا 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 من الفيديو فيديو مهم جدا وفيه معلومات قيمة وقبل ما اقول وصفة النهاردة الجميلة جدا اتمنى اللي مش مشترك معا في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد وكمان ما تنسوش تشجعونا باللايك وبكومنتاتكم الجميلة ويلا بينا اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نقول للمقادير مقاديرنا موجودة متوفرة في كل بيت معنا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاراض ومعنا هنا كوبايتتين كبار من الحليب ومعايا كمان نصد كوبايت سكر معل fajطين كبار من لبن البوتر ومعايا كتعة الزبدة كده حوالي اللهم صاصل محمد نصد كباية ومعايا كمان شوية ملح المقادير اللي قلتها ده مقادير العجينة نفسها في مقادير العجينة السحرية الادهان اللي هتهنوا على الوش تمام مقادير العجينة السحرية سحرية هتبقى عبارة عن كبايتين من المية تمام ومعايا كمان حوالي تمانين جرام من الدقيق آآ او نص الكباية بص هنكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف آآ المقادير هكتبها لكم بالكباية وكمان هكتبها لكم بالجرام تمام كده هنبدأ هنا هنعمل اول حاجة العجينة السحرية العجينة السحرية اللي هي محسن المغبوزات اللي هنعمله معاكم النهاردة محسن طبيعي مية في المية هو عبارة عن كبايتين من المية وكمان عليهم تمانين جرام من الدقيق تقدري تقللي تزودي زي من تحبي يعني هي كباية المية اللي هي متين ميلي عليها اربعين جرام من الدقيق آآ يعني حوالي ربع كباية من الدقيق تمام آآ اللهم صلى الله سيدنا محمد هنبتدي نحط المية ونحط عليها دقيق ونبتدي ندوبهم كده حلو قوي آآ قبل ما نحطهم على النار تمام بعد ما دودنهم كويس قوي دودنا الدقيق في المية هنبتدي اللي احنا نشيلهم ونحطهم على نار هادية تمام كده هنولع البتجاز على نار هادية وبعدين آآ لما ندوب آآ المية مع دي كويس قوي نبتدي اللي احنا نشيلهم ونحطهم على البتجاز زي ما انتوا شايفين اول ما حطتهم على جايز ابتدى القوام يتقل. وهفضل يقلب ما سيبش التقليف خالص من ايدي لوقت لما اوصل القوام اللي انا هورهولكو دلوقتي. تمام كده? هو ده بقى محسن الجل او محسن المخبوزات. الطبيعي المشاء الله او العجينة السحرية او العجينة اليابانية هي ده. حلوة قوي بتساعد جدا جدا في رفع الكيك او في رفع اسفق الفطاير او المخبوزات عمتا. وكمان بتخليها شبه القطن. وهشة كده شبه القطن. وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو قوي. اللهم اصلاح سيدة محمد وطرية. وفي نفس الوقت بتخلي لونها فاتح من جوا. هنبتدي ان نقدر نقلب كده على نار هادية. هنبدل نقلب. مش هنشيل المعلقة يعني من آآ العجينة خالص. هفضل اقلب كده على النار. على النار هادية زي ما قلتلكم. لوقات لما اوصل القوام الشفاف. اللي هوره لكم دلوقتي وفي نفس الوقت العجينة تكون لها كده مطة. هورها لكم. بحنا عملنا ايه? عملنا آآ حطينا كوبايتين من المياه او ربعمائة جرام من المياه عليهم تمانين جرام من الدقيق. وهسيب لكم كل المقادير في او صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو على طول. دوسوا على السهم لتحت الفيديو. هيتلع لكم صندوق الوصف هتلاقوا فيه آآ المقادير مزبوطة جدا آآ بالجرام وفي نفس الوقت كمان بالكوبايات اللي ما عندوش ميزان نشتغل بالكوبايات عادي. وشايفين بعد ما قلبت فترة كده في المحسن اللي عندنا شايفين بقى المطة ومشاء الله لونه بقى شفاف كده. كده هبتدي اللي انا اطفع عليه وارفعه ومله على النار. هفضي بقى في حاجة كده يبرد على ما يكون جاهزت الحاجة بتاعتي. عشان ابتدي على طول اعجن. هقول لكم بعد الوقت المقادير تاني بالتفصيل. عشان لو نسيت حاجة وانا بعجن. اول حاجة هحط الكيلو الدقيق. اللهم صلص لنا محمد. وطبعا دقيق. يبقى لازم احط ملح. الملح طبعا لازم بحط على كل حاجة. هحط اللهم صلص لنا محمد دلوقتي. نزلت بمعلقتين كبار من لبن البودرة. وكمان الملح معلقة كده كبيرة من الملح. طبعا اللبن البودرة في المعجنات بتبقى نتيجة جميلة جدا. وبعد كده هحط نص كباية من السكر. احنا حطينا الدقيق والملح واللبن البودرة والسكر. المفروض ان دلوقتي اللي انا هحط الخميرة بس انا نسيتها بصراحة لما جيت اعجن افتكرتها فحطتها بقى ايه? آآ يعني وانا بعجن كده. تمام? وحطت دلوقتي العجنة السحرية اللي احنا عملناها او محسن المعجنات. جربوا المحسن ده هيجيبك جدا. وطبعا اللبن اللي هتعجينه به يكون دافي. ومعنا كمان بطين هنحط البطين على اللبن. والنسبيت اللي احنا نضرفهم فبعد كده بالمضرب وبعد كده ننزل بهم على العجين شوية بشوية كده ونعجن. وده دي بكل المكونات اللي احنا حطناها عليه. في الاول هبتدي اللي انا هقل في كده الحاجة في بعضها. كل المكونات اللي احنا حطناها في بعضها. طبعا لو عندك عجان تقدر تستعمليها يسهل عليك كتير جدا. لو ما عندي كيش عجان بتدي بقى عجان كده زي ما انا زي ما انا عجانت يعني. انا الاول كل المكونات اللي انا حطتها داوبتها ببعدها. او ضيحتها ببعدها. وهنا حطيت الخميرة انا كنت نسيتها معاكم. بس الحمد الله لانا افتكرتها ده اهم حاجة الخميرة. حطيت الخميرة برضو ما فيش اي مشكلة حطتها على دي قبل ما حط النبن. وابتديت بعد ما داوبت الخميرة اه حلو قوي او ضيحت الخميرة حلو قوي في اه العجين هبتدي اللي انا انزل بالحليب شوية بشوية. الحليب طبعا عليها البيض. ما تستثريش بالبيض. البيض هنا اه بيدي حشاشة كده برضو حلو قوي للعجين. فلازم تحطي قلتلك حطي بيدي بتحطي بيض. تمام? ما تستغنيش عنه ده من المكونات الاساسية. وبعد ما عجانتي هتبتدي تنزلي طبعا ما عجانتش يعني ايه? اه عجين اللي انا خلصت لعجانت ايه? شوية كده حوالي خمس دقيق. وابتدي اتبع اللي انا انزل بالزبدة. ضيحت الزبدة حلو قوي في العجينة واللتتة حلو قوي. بصي انت اول ما تحط الزبدة هتبتدي العجينة تقطع معاك كده ما تخفيش. وما تزاوديش دقيق. تقولي ده هي مسلا ان الله ما صلص لمحمد لونة مين وكده. والزاودي دقيق. لأ ما زاوديش دقيق خالص. ابتدي عجينة فيها واقتماع حل وقوي وان شاء الله بإذن الله هتبقى عجينة ناجحة جدا معاك. بسم الله ما شاء الله العجينة حلوة جدا صليصة. بس زي ما قلتلك ان انت ما تستعجليش وتقولي ده هي لونة قوي وتحط دقيق وكده عقدة النهار. لأ هي هتقطع معاك وبعد كده هتلم وهتبقى بالمنزر الجميل اللي قدامك ده. حلوة قوي خلاص سلت من ايدي. ويتعجنت واتخدمت حلوة قوي. هابتدي اللي انا حطها بقى في البولة زي ما كانت واغطيها. نعطيها بقى بكيس بلاستيك وبعدين باي فوطة واي حاجة واسيبها في مكان دافي. احنا في الصيف. آآ الله ما صلص لمحمد لما تزاوديش عن ساعة. ولو في الشتاء طبعا الوقت بزيد عن كده. وبعد مرور ساعة في الصيف شايفين بقى لعاجينة عملت ازاي? بسم الله ما شاء الله. عاجينة نجحة جدا. الضعفة يعني مش هقول لك الضعف. لأ ده الاربع اضعاف. ما شاء الله هبتدي اللي انا انزلها. علشان اشكلها معاكم. والطبعا كالعادة انا صرحت الفيديو علشان ما طولش عليكم. هانا هبتدي اشد كده عاملها عمود وابتدي اللي انا قطع قطعة بقطعة انت عايزة تعملها تعمليها كور. برحتك بس ده اسهل لي كده في ثواني. زي ما انتم شايفين. قطعت الكمية كلها في ثواني. بسم الله ما شاء الله عملت لكمية حلوة قوي. كيلو دقيق عمل لكمية محترمة من الفطير دي. وبعد ما اتعطموا خلصتهم هغطى عليهم واسيبهم شوية سغيرين برضو يرتفعوا. وابتدي بعد كده اللي انا اشكل فيهم. هاجيب بقى نشابة او اي حاجة واجيب قطعة قطعة وابتدي اه ان انا افرت. انا هنا ما عرفتش افرت انا ما شيل عجين ده كده من فريحي لازم الواحد يوسع لنفسه. علشان يعرف يشتغل. تمام? خلص بعد ما وسحت النفسي هتبتدي انك اه بالنشابة كده وباي حاجة اللي بتفريدي بيها وانك تفريدي العجينة كده بالطول وبالعرض. وتبقى يعني زي مستطيل زي ما انتم شايفينها كده. عشان لو هتحشوها بقى اي حاجة تعرفوا تحشوها مش هتحشوها هتعملوها برضو بطريقة دي. وهنشوف هلفها ازاي مع بعض. ازبطها كده واخليها اللي هي رؤية ما تكونش ساميكة قوي. انا ما حبيتش لانا اصرع الفيديو الفيديو في شوية دول. علشان تشوفوا كل حاجة بنفسكم. بعد ما فردتها ابتدل اجيب الجنبين على بعض. لو هتحط حشوة تحط الحشو الاول قبل ما تعمل خطوة دي. وهواليكو برضو دلوقتي وابتدل لانا الفها رول. بسم الله ما شاء الله شكرا حل وقوي. بالمنظر ده. هتحضر الصاج او الصانية اللي بتشتغل فيها. هتكون ده هناك كده زيت على بسيط وبعد كده تبتدل انت تحط فيها اي واحدة تخلاصيها على طول كده اول باول. ده تاني واحدة بفردها معاكم علشان تشوفوا كل حاجة بنفسكم. تمام كده? زي ما قلت لكم هنعمل سيدة وهنعمل محشي شكولاتة واي حشوة انت حابة تعملها انت يعمليها. بعد ما فعلتها كده هبتدل لانا اقلم الجوانب على بعض. تبقى منظر حلو قوي. زي ما انتو شايفين كده واي واحدة عاملها رصها عايزة تخليها جنب بعض كده تطلع زي خليد النحل زي ما عملت ماشي. عايزة تفرضو معا بعض برضو ماشي. وفي كلتا الحالتين بتبقى حلو قوي. حبيت اعمل برضو معاكم كزا واحدة كده بس ايه? والتصرع الفيديو علشان في نفس الوقت ما طولش عليكم. ده اللي انا بعمله سادة وهواريكو دلوقت اللي انا بعمله ماشي شوكولاتة. اهو زي ما انتو شايفين بعد من فردتها حطيت معلقة الشوكولاتة. وابتدقيت اللي انا الف بنفس الطريقة دي. هبطق بقى الفيديو للهواريكو واحدة. خلاص بطقت الفيديو. هتشوفوا معايا انا بعمل دي ازاي? علشان برضو اللي يعني لسه مش عارف. او لسه ما فهمش قوي. يبتدي ان هو يعرف معايا كل خطوة بالتفصيل. اهو. اي حشوة شوكولاتة بقى نوتيلة. اي حشوة انت حباها او او لاتف حبينها يعني اعمليها. الهم ما تحط الحشوة بالطريقة انا حضرتها بها دي. وتبتدي تجيب الجوانب كده عليها. تمام? وهبتدي بقى اللي انا الف الرول. اه زي ما انتو شايفين اعملت ازاي? لفي بقى الرول بتاعك. وتحكمي في الحجم يعني انا زي انت تحكمي في الحجم اللي انت حباه. عايزة حجمها كبيرة كبري القطعية شوية. عايزة حجمها صغير صغير القطعية بتاعتها وانت بتقطيعها يعني في الاول. الله مصاصل لمحمد زي ما انتو شايفين انا حطتها في الصينية دي. وده بعد ما خلصت كل الكمية. عملتهم في الصينية دي وتفضل يعني حوالي تلاتة واحدات بس حطتهم في الصينية صغيرة. اهي زي ما انتو شايفين. مش عايزة تبقى زي خليط النحل اللي مسكت بعضها فرديها عن بعضها. زي ما انت حبه. هبتدي اللي انا اغطيهم واسيفهم تاني يختامروا كده او يرتفعوا. آآ حوالي الله مصاصل لمحمد نص ساعة. يعني نص ساعة مش اكتر من كده في الصيف ده. هتبصت لقيها. آآ زي ما هتشوفها دلوقتي كبرت جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض الدهان اللي هتنوع الوش. معي هنا بيضة واحدة حطيت على شوية من الفانيليا وحطيت حوالي تلات معالق كده من اللبن. او معلقتين كبار. وابتدي اللي انا اغطيهم كده ببعض. عايزة تحط نسكا فيه عادي لو مش حبة بيت حط نسكا فيه ما فيش مشكلة. او قهوة سرية الزوبان. تمام كده. الفرشة وهتبتدي تتهني الفطير. شايفين بسم الله ما شاء الله عامت ازاي. طبعا تشوفتها في الاول. وشايفينها بقى دلوقتي. اتضعفة حجمها وملت آآ الصينية خالص. وجات لبعدها. كده بقى جاهزة لها تدخل الفرن. هبتدي اللي انا. بالفرشة كده. وهتهن آآ الله مصاصر محمد. الصواني دي. او هتهن وش الفطير. بالفرشة زي ما انتم شايفين كده. اللي ما عندوش فرشة آآ يعني يحاول حط شوية بالمعلقة كده وبالمعلقة ويمشي عليها. بس ما تضغطيش قوي علشان ما تطلعيش الهواء اللي دخل في الفطير. تفضل نفشة كده وحلوة معنا. تمام كده. اصرع بقى الفيديو عشان اخلص كل الكمية. ما تزهقوش مني. وده خلاص بعد ما خلصت دهاني الوش كله. طبعا هكون مولع على الفرن. هدخله بقى فرن متوسط الحرارة على الراف الوسطاني. عايز هي اخد بس اللون من تحت ومن فوق ويبقى كده معنا استوى. وزي ما انتم شايفين. بتاع ده ياخد اللون حلو كده من فوق. اهو. ودي بعد ما طلحت الصينية ما شاء الله اخدت اللون حلو قوي فهبتدي اللي انا اغطيها بقى بكيس كده او ورق الموني او اي حاجة. واحط على فوطة ان هي تترك كده يبقى وش هطري. قبل ما ابتدي اللي انا شرعة من الصينية. خلاص اغطتها كده شوية حواره مصد ساعة. هبتدي اللي انا اقلب بقى الايه? الفطير بتاعتي لو هي الواحدة بواحدتها هتشيليها بقى الواحدة بواحدتها كده. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها حلو جدا تحفة. حلو او لونها من تحت. ومن الجوانب كمان. ولو عايزها تبقى متحمرة من كل الجوانب. خليها آآ الله ونصر على محمد. كل واحدة منفصل على التانية. ابعديهم شوية عن بعد وانت بترسوم في الصاج او الصانية اللي هتدخلها الفرق. وبكده تكون الفطير معايا خلصت. وطبعا هفتحها ووريها لكم. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله حل وقوي. تندودش من ده. يشبع الواحد والله بصراحة جميل جدا. وقصن كده وآآ من شاء الله طعم وحل. واقتصادي جدا. لو هتشتري من برة هتشتري الواحد من ده بخمسة جنيه شوف احنا عملنا كم واحدة وكلفنا دي التكلفة هي بس الحاجة الوحيدة اللي كانت غالية شوية هي الزبدة. ما حطناش كتير هي آآ حوالي نصف كباية من الزبدة اللي حطناها. ما كانش كتير يعني. وزي ما وردتكو في اول فيديو التروة بتاعة الفطير بتاعتي في العجينة اليابانية اللي عملناها مع بعض او العجينة السحرية او آآ محسن المغبوزات. بسم اللي هيجرب الوصفة برضو يكتبلي في الكومنتات هي عملت مع ايه? كل حاجة كانت قدامكم والله ما حطيت حاجة زيادة ولا شلت حاجة من اللي انا بقول لكم عليها بنفس الخطوات بنفس ما مشيت معاكم آآ على الكاميرا عملت والله بجد والنتيجة كانت تحفة جدا فطير حلو قوي الاولاد بيحبوها والكبار كمان وتنفع للرحلات تنفع للمدرسة طبعا المدارس داخلة وكده آآ مثلا الدروس برضو لو هطي اولادك هيروح الدروس وعضيبو شوية معهم اتنين كده في الشنطة من دول لو واحدة بس كفية جدا عليهم حلو قوي جربوها واعملوها على طول لأولادكم فرحوهم وبلش تشتروا الحاجات دي من برا لو سمحتم طبعا احنا مش عارفين آآ برا النظافة عامل مستوى النظافة عامل ايه واحنا في ايام لازم آآ نستحرس كويس جدا على اكلنا وشربنا من برا وخصوصا لأولادنا الصغيرين وانا برضو لسه بيوريكم التروى اللي في السندوشات او اللي في الفطير دي سموها زي ما تسموها المهم النتيجة طلعت خرافة حلوة قوي طعم طحفة جدا بسم الله ما شاء الله جربوا كده بقى وقلولي في الكومنتات وزي ما قلتلي في اول فيديو ما تنسيش تشترك معايا لو انت مش مش مشتركة عشان يوصلك مني كل جديد وطبعا لازم تشجعيني باللايك واكتبوا لي كومنتاتكم الجميلة اللي تفرحني وتشجعني اللي عمل لك كومنتات آآ اعمل الكومنتات ايه اللي انا هعمل لكم فيديوهات آآ جديدة وميزة ان شاء الله باذن الله واسف اللي انا طولت عليكم بس والله يكنت حابة اللي انا اوضح لكم كل حاجة في الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة